خزينة خاوية وأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يضاف إليها فيروس كورونا تركة ثقيلة ورثتها حكومة الكاظمي من سابقتها لكنها تعكف حالياً على إيجاد حلول سريعة لتأمين مرتبات أكثر من ستة ملايين موظف ومتقاعد للأشهر القليلة المقبلة أنا جئت بظرف غير طبيعي أنا جئت رئيس وزراء لأن وضع ظروف اجتماعية فرضت على الحكومة الماضية أن تقدم استقالتها وأنا جئت نتيجة وضع معين وقدمنا مجموعة مخترحات وتكلمنا بكل صراحة عن كل آفاق الإصلاح والهدر بالمال هذه الأزمة المالية جعلت حكومة الكاظمي تتحرك سريعاً لإيجاد بدائل عن النفط والاعتماد على موارد أخرى كعائدات المعابر الحدودية وفرض المزيد من الضرائب على استيراد البضائع إضافة إلى محاربة الفساد الذي يستنزف موارد الدولة عليه انتخاذ قرارات جريئة القرار الأول يجب أن يكون إلغاء مزاد العملة مزاد العملة يعني يخسر الأراح حوالي أربعة مليار دولار سنوياً هناك أيضاً الفساد منتشر في عملية شراء الحصة التموينية ما يقارب من مليارين دولار يسرق سنوياً تتحرك الحكومة لمواجهة الأزمة المالية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي حيث أعلنت وزارة المالية أنها ستستدين خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إضافة إلى توفير المزيد من الأموال من خلال الاستقطاع من مزدوج المرتبات من كبار الموظفين والمسؤولين في الدولة ما أن يتخلص العراق من أزمة حتى يقع في أخرى فبعد حركة الاحتجاجات وأزمة كورونا دخلت البلاد هذه الأيام في أزمة مالية خانقة باتت بسببها الحكومة تعاني في دفع مرتبات موظفيها من بغداد منتظر رشيد الحدث